تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ورفع سموه إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة المباركة داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم أيده الله ويحقق ما يتطلع له جلالته من خير ونماء وتقدم للوطن وأبنائه ويعيد هذا الشهر الفضيل على جلالته وهو ينعم بوافر الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على مشاعره الطيبة سائلا الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموه ويرعاه ويعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بالخير واليمن والبركات كما أن جلالة الملك المعظم أيده الله شعب البحرين الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ضارعا إلى المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على بلادنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين وأن يعمى السلام والرخاء والأمن والأمان والاستقرار ربع العالم أجمعا ترجمة نانسي قنقر